شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس مجلس ومناء الأكاديمية الملكية لشرطة صباح اليوم حفلة تخريج الفوج الثالث من الحاصلين على درجة الماجستير في تخصصي العلوم الجنائية والشراطية والعلوم الإدارية والأمنية وعددهم 83 ضابطا ومدنيا ودورتي الأمن التأسيسية الثانية والثالثة للطباط وعددهم 197 ضابطا ولدى وصول معاليه للأكاديمية كان في الاستقبال سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية وسعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس المجلس العلمي للأكاديمية وبهذه المناسبة أكد معالي الوزير أن وزارة الداخلية ماضية قدما في اعداد كواديرها وفق أحدث المعايير الدولية المعمول بها في المناهج العلمية والتدريبية مشيدا في هذا السياق بالدور الريادي للأكاديمية الملكية للشرطة في مجالات التدريب وعداد المناهج الدراسية ومواكبة البرامج التعليمية والتدريبية للمتغيرات الأمنية والتحديات المتزايدة بما يلبي الحاجات الأمنية ويعزز من تنمية القدرات والمهارات في كافة مجالات العمل الأمني وأشار معالي الوزير لأهمية دورة الأمن التأسيسية للضباط التي تعقدها الأكاديمية في إطار الدورات التخصصية بما يسهم في اعداد وتخريج رجل الشرطة وفق أسلوب علمي وتدريبي متطور منوها إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري كمحور رئيسي في مسيرة التحديث وتطوير لمواجهة كافة التحديات الأمنية والتعامل مع مختلف المستجدات بجاهزية عالية وانضباطية ودقة في الأداء وخلال الاحتفال ألقى آمر كلية تدريب الضباط كلمة نرحب في مستهلها بمعالي وزير داخلية ورعايته حفل التخريج مؤكدا أن ما وصلت له الأكاديمية الملكية لشرطة من تطور في كافة المجالات التعليمية والتدريبية كان بفضل الله ثم دعم ومساندة معالي الوزير في النهوض بمهم الأكاديمية لتواكب أحدث أساليب التعليم والتدريب التي وصلت إليها الأكاديميات والمعاهد الشراطية والأمنية منوها إلى أن الأكاديمية أولى تهمية كبيرة لمسألة البحث العلمي والتطبيق العملي في تنفيذ جميع برامجها التعليمية وتعمل جاهدة على إعداد طلبة متفوقين وفق منهج علمي يحقق الإتقان والحرافية في الأداء ويعمق الوعي الوطني والانتماء بعد ذلك قام معالي الوزير بتكريم خرجي برامج الماجستير والمتفوقين من دورتي الأمن التأسيسية للضباط حيث هنأهم على النتائج الطيبة التي حققوها بما ينعكس على أدائهم في تعزيز الأمن كما اطلع معالي الوزير على جانب من الدراسات ورسائل العلمية التي قدمها الخرجون والموضوعات التي تناولتها في إطار قراءة وتحليل المتغيرات الأمنية وتعميق دور الدراسات العليا كمحور مهم في دراسة الظواهر الأمنية وتحديد سبل التعامل معها حيث أكد معالي همية هذه الدراسات وضرورة الاستفادة منها وتوظيفها في مجالات العمل ضمن إطار الشراكة المجتمعية والمساهمة في مجالات خدمة المجتمع معربا معالي في الختام عن شكره لأعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية في الأكاديمية الملكية للشرطة ومتمنيا للجميع التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر